قرارات يقر المحللون أنها مؤلمة على مدار الأربع والعشرين ساعة الأخيرة مع اقتراب موعد خريج المصريين في الحادي عشر من هذا الشهر فاحتجاجات أطلقوا عليها ثورة الغلبة بعد أن أحجمت حكومة السيسي عن المضي بعيداً في خفض دعم الوقود وتعويم العملة المحلية خشية إثارة احتجاجات شعبية في بلد اهتاد على الدعم الحكومي فقد رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بين 30 و 47% وأحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بـ 300 نقطة كإجراء للسعادة التوازن إلى أسواق العملة عاشت مصر في السنوات القليلة الماضية لسيما بعد نجاح الإنقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في مصر حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع تضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وجح شديد في العملة الصعبة في ظل تراجع أعداد السائحين والمستثمرين الأجانب وإرادات قناة السويس فحسب مراقبين فإن الطبقة الوسطى في مصر هي أكثر الفئات تضروراً من القرارات عانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل حاد وأزمات متكررة في توفر مواد استهلاكية كالأرز والزيت والسكر هذا وكان عدد من أعضاء مجلس النواب المصري تقدموا بمشروع قانون تعديل ضريبة الدخل بحيث يعفى كل من لا يزيد دخله على 14400 جنيه في حين يدفع من يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنوياً ضريبة 10% ويدفع من يصل دخله إلى 45 ألف جنيه سنوياً ضريبة 15% و20% لمن يصل دخله إلى 200 ألف جنيه و22.5% لمن يصل دخله إلى 500 ألف جنيه و30% لمن يزيد عن 500 ألف جنيه فهل سينجح السيسي وحكومته في إخماد نار الاحتجاجات التي صار يفصله عليها أيام قليلة؟ وإن لم تخمد فكيف سيتعامل العسكر مع هذه الاحتجاجات حال خروجها؟